أودعت مديرية وثقافة الفنون لولاية ميلا 284 ممتلكا ثقافيا على مستوى المتحف الوطني العمومي سيرت بولاية قسنطين تضمنت المجموعة إداء 283 قطعة نقدية أثرية مصنوعة من مادة البرونز تعود كلها للفتر القديم الرومانية وضمت المجموعة الثانية ممتلكا ثقافيا واحدا تمثل في قطعة سلاح ناري عبارة عن مسدس بلجيكية الصنع يعود لسنة 84 ويذكر أن سبب نقل هذه الممتلكات يعود إلى غياب متحف على مستوى ولاية ميلا مما يستدعي نقل الممتلكات إلى متحف سيرتا